دار السعادة يا أهل الجنة إنك من تصحوا فلا تسهموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا ترموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا أما هذه الدار فهي دار التويغرات دار الأكدار دار الأمراض والأحزان ولو طالت الحياة ولو ميتعى الإنسان بالكامل الصحة فإن المصير الموت لا بد من الموت كل نفسه دائقة الموت فدار عاقبتها الموت والزوال لا ق Noch ومن أعظم الأسباب لخشية الله وتعظيم حرماته التدبر القرآن والإكثور من تلاوته والتفكير في مصيد بعد الموت ماذا يكن بعد الموت؟ والتفكير في قبر هل يكن روضة من رياضي الجنة أو حور Pixar الأن؟ ثم التفكير بعد ذلك بعد البعث والنسور هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار؟ فالتفكير في هذا والعلاية بهذا الأمر من أسباب خشية الله ومن أسباب تعظيم الله ومن أسباب مسارعين على مراو الله